هلو كيف حالكم يا ثامن شو اخباركم طبعا عندنا هاي القاعدة يا ثامن اللي هي الجزء الاخير من هذه القاعدة رجاء انك انت تفهم يعني تفهم اللي احنا رح نشرحه اليوم لانه عبارة عن انه حل تمرين تختبر فهمك لهذه القاعدة طبعا نهاية هذا الفيديو في حل تمرين تختبر فهمك لهذه القاعدة فانت تبع كثير منيح وحاول انك انت تحفظ معين تمام عنا هنا طبعا من محددات الكمية quantifiers ضل عنا اخر محددة اللي هي less less يعني اقل وتستخدم مع الاسماء الغير معدودة لازم تحفظها بصم less مع الاسماء الغير معدودة يعني the uncountable nouns تصنف مع الاسماء الغير معدودة the uncountable nouns مع النا for example she wants less sugar in her coffee لاحظ معي انه less هنا ايجا بعدها شو يا ثامن شقر طيب شقر countable ولا uncountable شكر sugar uncountable غير معدود اذا انا هنا وضعت less لانه غير معدود تمام example الثاني اللي هو they want less milk with their breakfast اذا هنا milk عندنا less ايجا بعدها شو milk و milk هي uncountable غير معدود تمام فهنا احنا وضعنا the quantifiers اللي هو less اوكي we like to have less rice with our dinner اذا هنا less ايجا بعدها rice rice is uncountable فانه هنا وضعت less اذا ما علينا اي خلاف على less ليس tough خلينا هنا ايم اهم اه announce اه اه عنا هنا بجدول هذا الجدول فيлю quantifiers with countable nouns اوكي quantifiers with countable nouns محددات الكميه مع الاسماء المعدوده و انا كمال الثاني اليه quantifiers with uncountable nouns اذن اذن اسماء ايش لا محددات الكميه مع الاسماء غير المعدوده طبعا وهو انا بنا نحفظها بصل مني كثير وفيو فيور اللي هي كثير قليل اوكي اذا هون فيو ومني طبعا هون ايش بدي احفظهم بصب انهم بيجوا معدود بس مع الكاونتبل بيجوا طيب هاي بتيجي مع الاسماء الغير معدودة اوكي اذا ثلاث هاي اسماء غير معدودة وفيو ومني اللي هي مع الاسماء المعدودة تمام خلينا ننتقل الى طبعا انا مختصرها كاونت وانت ان كاونت طبعا هنا طبعا زبط الهون الار بتخلوها ان هاي اذا كاونت كاونت طبعا فيه عندنا محددات كمية يا ثامن تيجي مع المعدود وغير المعدود هما ثنتين شو هما ثنتين اللي هي السم واني السم واني ركز معي في سم واني ماشي سم تأتي مع الجمل المثبتة فقط تأتي مع الجمل المثبتة فقط ومعناها بعض واني تأتي مع النفي والسؤال فقط تأتي مع النفي او سؤال فقط ومعناها اي طيب هاي ما عليها اي خلاف خلينا ننتقل لأرتيكل اداة التعريف طبعا ومهم جدا جدا اني اعرف اداة التعريف كيف بستخدمها عندنا اداة التعريف عندنا ا وان طيب نيجي لعند ال ا توضع قبل الاسم المفرد المعدود الذي يبدأ بحرف ساكن توضع قبل الاسم المفرد المعدود لاحظ معي اسم مفرد معدود شي يعني مثلا friend friends صح هاد اسم اسم ما شي بنقدر نعده يعني friend friends حدو احنا هنا بدنا نستخدمها مع المفرد يعني friend فبصير احكي a friend او مثلا a door او a chair او a table نلاحظ معي انه انا بستخدمي a مع المفرد انا بصير احكي a doors او a tables او a chairs ما بصير في اللغة الانجليزية محرم باللغة الانجليزية نستخدم ا مع ايش الجمع فهنا ا تيجي مع المفرد a girl a horse a door a boy او كي او كي نيجي على الان نفس الاشي الان مع الاسم المفرد المعدود لكن الذي يبدأ بحرف علة طب شو احرف العلى اللي هي a a o u ها ضل هما احرف العلى تمام فانا اوكي شو بدي اعمل مثلا عندي كلمة أبل تفاحة أبل تفاحة بلشت في حرف إيش علة اللي هو آ وضع قبلها آن فبصير آن أبل آن أبل مش آآ أبل خطأ لأنه بدأت بحرف علة ما شو هي مفرد فبحكي آن أبل طبعا هما لش عملوا باللغة الإنجليزية إنه حطوا إنه إذا بلشت بحرف علة لازم أكتب آن قبلها لأنه ما بصير يلطقي حرفين إلا مع بعض زائد لسهولة اللفظ فبصير آن أبل آن أبل أمبريلا آن أمبريلا آن أمبريلا آي عين آن آي آن آي وهكذا أوكي ننتقل إلى حل التمارين طبعا هون حل التمارين يا ثامن بيوضح لك إنه إذا أنت فاهم آآ قادرة على إنك تحل التمارين أو لا ماشي سيركل ذا كوريكت آنسر سيركل ذا كوريكت آنسر أوكي يعني إنه آآ سيركل ذا كوريكت آنسر أوكي آنسر إذا عندي هون بتطلع على بعد الفراغ شو؟ على بعد الفراغ بعد الفراغ عندي هون ووتر كاونتبل ولا أنكاونتبل ووتر معدود ولا غير معدود؟ غير معدود طيب باشوف الخيارات ماتش بتيجي مع المعدود أوكي فيو غير معدود إذا هايا أوكي ماتش بتيجي مع شو حكينا مع الغير معدود سوري ماتش حكينا بتيجي مع إيش الغير معدود أوكي إذا عنا خيار ماتش فيو بتيجي مع المعدود ومني بتيجي مع المعدود إذا خيار فيو راح لأنها بتيجي مع المعدود ومني راح لأنها بتيجي مع المعدود شو صف عندي ووتر غير معدود؟ فإذا شو صف عندي اللي هي ماتش طيب سير ماتش ووتر أدداء كام سايت أوكي طيب I don't think number two I don't think we should bring فراغ milk with us we don't really need it and it doesn't stay fresh very long أوكي عنا هنا عنا الخيرات طبعا أنا حكيت بتطلع على بعض الفراغ عنا ملك ملك ما لها معدود ولا غير معدود ملك عنا هنا غير معدود uncountable طيب نيجي للخيارات less تستخدم مع شو تستخدم مع uncountable صح less مع uncountable إذن بنشوف نكمل نكمل خيارات A توضع مع الاسم المفرد المعدود أنا يعني ما بتزبط A نهائيا ما بتزبط عنا أنا عنا لسه أنا أنا حكينا مجرد بأن الجملة كان فيها نفي فشو بستخدم أو سؤال شو بستخدم أنا إذن الحل هو أنا مش لس كان صلنا على كل الخيارات إذا كان عندنا نفي وعندنا أنا بكان صلع كل الخيارات بختار أنا إذن أنا هي الحل الصحيح لأنه أنا كمان بتجي مع uncountable بتجي مع uncountable طيب bring فراغ sleeping bag and فراغ old hat for working outside sleeping bag إحنا هكينا منطلع على بعد الفراغ sleeping bag مفرد معدود صح أنا بحكي sleeping bags حقائب النوع أو sleeping bag حقائب النوع إذن هنا أنا مفرد فبستخدم article صح اللي هي A أو الآن طبعا نبلش بحال لحرب ساكن فبستخدم A نشوف الفراغ البعدي and فراغ old برضو إيش old بدأت بحرف علة ما ظل عندي أصلا غير and هاي خيرات موجودة إذن بدأت بحرف علة فهن and إذن الجواب الصح هي a and أوكي bring a sleeping bag in and an old hat for working outside just طي يوم نكمل حل أوكي number four let's bring for our tints this year we only used the three of five tints last year okay عنا حكينا نطلع بعض الفراغ tints tints معناها خيام tints معناها خيام معدود ولا غير معدود معدود count balance من الأسماء المعدودة طي نيجا الخيارات many نستخدمها للمعدود fewer نعم نستخدمها للمعدود list غير معدود إذن نروح خيار list صف عندي many fewer 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 أقل fewer قليل طي عنا many fewer fewer فإحنا هون شو بدنا نعمل فهون شو بصير عندي بصير عندي مثلا بدي أختار many معناها كثير و fewer معناها أقل فأنا شو بدي أستخدم فشو بحكي مدام حكالي only used مدام حكالي only used three of five tints يعني فقد استخدمنا يعني فقد استخدمنا ايش ثلاث من خمس خيام يعني هون مش كثير ما استخدم الكثير استخدم القليل صح إذن القليل من الخيام لما حكالي only معناته هون القليل من الخيام فأنا باستخدم هون fewer إذن جواب الصح هي fewer number five I'd like a little for a coffee please if I drank too much I get nervous فهون عندي coffee coffee uncountable غير معدود خلص غير معدود إذن إذا غير معدود يعني yeah much yeah less fewer طلعت لأن fewer مع المعدود less ومات شو بنستخدم نقرأ ها كثير من نحكي I'd like a little for a coffee طبعا قفي غير معدود فبحكي لك إنه أود إنه إيش أرغب بالقليل من إيش القهوة please لو سمحت إذا شربت too much كثيرا I get nervous بتوتر فشو ممكن يكون الجواب إنه لازم هنا شو الجواب يكون طبعا في ورط لات less ولا much excellent less لأنه لو شرب أكثر بتوتر لو شرب much قهوة أكثر الكثير من القهوة هو إنه رح يتوتر فهو نختار less coffee less coffee أصلا little قليل فأنا هو بختار less قليل إذن number six would you like فراغ sugar in your tea would you like فراغ sugar in your tea يعني هنا sugar uncountable طيب عندنا uncountable طبعا الآن ما بقدر أحطها لأنه نستخدمها مع المفرد المعدود إذن شقر هنا غير معدود some أو fewer طبعا some ما بيستخدمها لأنه هذا سؤال شو ضل عندي إذن شو ضل عندي fewer بستخدم fewer فبصير fewer sugar in your tea أوكي ننتقل إلى حل آخر إشي عندنا موجود اللي هو number seven number eight my sister my sister فرغ ice cream than I did even though she is older فهنا عندي بدي أستخدم ice cream عندي شو بستخدم هنا ice cream countable ولا uncountable شو تكون ice cream إذن ice cream هي هي إيش هي uncountable ice cream uncountable غير معدود طيب لس بنستخدم ها مع الغير معدود إذن ممكن تكون هي more مع إش هنا more أنا مع الإش النفي أو السؤال مع لا نفي ولا سؤال إذن أنا أمور راح less إذن الجواب less حلناها طوال number eight please put فراغ apple in my lunch mom mom هون capital الم أوكي إذن apple لا لأنه بدأت في حرف حلة فهونا an apple few أو an شو منستخدم few أو an few منستخدمها حكينا ل countable المعدود طبعا apple countable أوكي apple apples تفاحة تفاحات apples تفاح فأنه هنا ya few ya an فشو باختار طبعا هون أنا بختار إيش an مدام عندي وجد عندي في حالة إذا وجد عندي مفرد معدود مفرد بنعد بس هو مفرد ماشي وكان عندي an أو a بستخدم an أو a فهون عندي apple بتبلش بحرف علة فأنا هون بستخدم an فالحل هو an apple بصير please put an apple in my lunch ما أوكي ها هي حل الأسئلة ويعطيكم ألف عافية يا ثامن